وإن تولوا فإنما هم في شقاق وهذا هو حال أكثرهم لا تتعجبن ممن هلك كيف هلك ولكن تعجب ممن نجى كيف نجى فالحمد لله على نعمة الإسلام ولم يكن الشقاق فقط بين أهل الإيمان وأهل الكف لا فكان الشقاق على مر التاريخ والأزمنة بين اليهود والنصارى محتدم مشتعل ولنتأمل جميعا ما حدث في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من قتل لأبرياء أطفال ونساء وعجائز وإبادة لكرة ومدن كاملة ولم يجتمع اليهود والنصارى أبدا إلا على المسلمين تحسبهم جميعا وكلوبهم شتى ومن ابتعد عن الحق يكيد لمن تمسك بالحق ويحيك له المؤامرات وتأمل معي قال الله تعالى وإن تولوا ولم يقل وإن لم يؤمنوا فأهل الكتاب تولوا ليس عن جهل بل عن علم استكبارا عن قبول الحق وإن تولوا فإنما هم في شقاق يحيطهم من كل جانب وكأنهم غارقون في هذا الشقاق وهو مستولي عليهم وهذا هو الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر فأهل الإيمان على هدى رؤيتهم واضحة أما أهل الكفر فهم في ضلال في شقاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر